السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مباشرة بدون مقدمات سأشارككم اليوم هذه المعلومات الهام والرائعة حول البيض هل البيض مفيد أم لا وكيف يمكن اختيار البيض الأفضل للصحة وماذا يحدث عند تناول البيض يوميا وكيف تحصلون على أكبر فائد عند تناوله بدون أي ضرار البيض غني بالفيتامينات والمعادن ويجب تناوله يوميا وهذا ما يقوله البعض وآخرون يقولون أن البيض ضار ويجب تقليل تناوله وحتى الابتعال عنه ما هي الحقيقة؟ أول فائد لتناول البيض البيض يحتوي على العديد من العناصر الغذائية وهو يحتوي على نسبة عالية من السيلينيوم ويحتوي على نسبة عالية من فيتامينات بي وخاصة فيتامين بي 12 ويحتوي أيضا على فيتامين اي وفيتامين دال وفيتامين اي والعديد من المعادن والفيتامينات الأخرى وهو غني بالزينك وإجسامكم بحاجة لجميع هذه العناصر الغذائية وبشكل خاص إذا كنتم تعانون من مشكلات في الغد الدرقية أو مشكلات في الأمعاء وأمراض مناعة ذاتية فالبيض هام ومفيد جدا في مثل هذه الحالات وعدد كبير من الأشخاص عندما يتناولون البيض يتخلصون من صفار البيض ولا يأكلون سوى بياض البيض صحيح أن البيض هو الجزء البروتيني من البيض لكن صفار البيض هو الجزء الأغنى والذي يحتوي على الفيتامينات والمعادن التي ذكرتها سيلينيوم وزينك وفيتامينات بي وغيرها لذلك أنصحكم بدءا من اليوم بتناول البيض والصفار معا فأنتم عندما تتخلصون من صفار البيض فإنكم لن تحصلوا على ما تحتاجه أجسامكم من عناصر غذائية ومعادن وفيتامينات فائدة أخرى لتناول البيض معظم الناس يعتقدون أن تناول البيض ضار ويرفع الكوليسترول وفي الحقيقة أن تناول البيض مفيد ويرفع مستوى الكوليسترول الجيد في الدن HDL ويخفض مستوى الكوليسترول السيء LDL فالبيض مفيد فعلا للكوليسترول فائدة أخرى لتناول البيض البيض غني بالأحماض الدهنية ويحتوي على نسبة عالية من أوميغا 3 وأجسامكم تحتاج لهذه الأحماض الدهنية من أجل عمل الدماغ بالدرجة الأولى وأيضا لباقي أجهزة الجسم إضافة لذلك فإن أوميغا 3 في البيض تعمل على تقليل الالتهابات في أجسامكم وتعزز صحة الغد الدرقية لديكم والبيض غذاء ومصدر جيد لأوميغا 3 ولذلك هو مفيد جدا لكم عند تناول 2 إلى 3 بيضات في اليوم هناك فائدة هامة أخرى لتناول البيض فالبيض يحتوي على نسبة عالية من البروتين البيضة فيها 13 جرام بروتين وهذا هام لبناء العضلات والحفاظ عليها ومحاربة الالتهابات وهناك عدد كبير من الأطعمة تحتوي أيضا على نسبة عالية من البروتين لكن البيض أفضل منها فما السر في الموضوع وبماذا يتميز البيض ما يميزه أن هناك 21 حمض أميني يحتاجها الجسم 9 منها أحماض أمينية أساسية يحصل عليها الجسم فقط من أغذية وأطعمة خارجية والبيض سبحان الله يحتوي على كل هذه الأحماض الأمينية التسعة ويحتوي البيض أيضا على نسبة عالية من مضادات الأكسدي وتسمى لوتين وزانثين وهي مضادات أكسدي في غاية الأهمية تعزز صحة العين وتحميها من الإصابة بأمراض العين المرتبطة بالتقدم بالعمر كما أنها مفيدة جدا للبشرة وهي مضادات التهاب طبيعية تقلل من خطر الإصابة بالالتهابات وعدد كبير من الأشخاص لديهم اعتقاد خاطئ بأن البيض يسبب الالتهابات في الجسم وحبوب وبثور في الوجه وأنه لا يعطى في الحالات الالتهابية وفي الحقيقة هذا الاعتقاد غير صحيح على الإطلاق فمضادات الأكسدي الموجودة فيه لوتين وزانثين تعمل على تقليل الالتهابات في الجسم ومفيدة للأشخاص الذين يتناولون البيض يوميا فائدة أخرى لتناول البيض وهي في غاية الأهمية فالبيض يحتوي على نسبة عالية من الكولين والدماغ يحتاج بشكل كبير للكولين من أجل عمله بشكل صحيح وخلايا الدماغ تحتاجه بشكل دائم ولا يمكنها الاستغناء عن الكولين والأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في الدماغ مثل الألزهايمر والخرف يكون لديهم غالبا مستوى منخفض من الكولين والكولين الموجود في البيض مفيد أيضا للتخلص من الاكتئاب والقلاق واضطرابات المزاج وقلة التركيز ونقص الذاكرة كما أنه مفيد لصحة الكبد والكبد الدهني وارتفاع الدهون الثلاثية والبيض سبحان الله هو الغذاء الذي يحتوي على أعلى نسبة كولين طبيعي بين كل أنواع الأغذية ولذلك فإن له أهمية كبيرة وفوائد عظيمة الآن سأتحدث عن مشكلة البيض ومتى يكون لتناول البيض آثار سيئة الأشخاص الذين يتناولون البيض بشكل منتظم أكثر من أربع بيضات في اليوم يعني 5 إلى 10 بيضات في اليوم وهؤلاء موجودون في الواقع هؤلاء لديهم فرصة وخطورة من الإصابة بأمراض القلب كما أنهم معرضون لخطر الإصابة بالسرطانات وخاصة عند تناولهم للبيض غير الصحي يعني غير البلدي وهناك أشخاص يعانون من حساسية البيض وبنفس الوقت يعانون من حساسية تجاه منتجات اللبن غالبا لذلك إذا كنتم من هؤلاء الأشخاص عليكم أن تبتعدوا عن تناول البيض لمدة 8 أسابيع وبعد ذلك يمكن تجربة تناوله وإدخاله إلى إجسامكم من جديد ومراقبة ما يخبر به الجسم إذا كان راضيا فتناول البيض هو مفيد جدا لكم ولتصحتكم وإذا لم يكن راضيا وظهرت أعراض حساسية مرة أخرى عند تناوله فعليكم بالابتعاد عنه واختيار طعام آخر وخيارات أخرى هذه المشكلات والأثار السيئة للبيض يمكن تقليلها إذا قمتم باختيار البيض بشكل صحيح لون البيض الأبيض والبني لا يشير إلى كون البيض صحي أو أفضل ومعظم الناس يعتقدون أن البيض البني هو الأفضل وله قيم غذائي وصحي أكبر من البيض الأبيض وهذا غير صحيح فكلاهما متماثلان بالقيم الغذائي ولا يختلفان أبدا لكن تختلف القيم الغذائي للبيض من خلال نوع الغذاء الذي تم تقديمه للدجاج الغذاء عالي الجودة مثل بذور الكتان وغذاء غني بأحماض أوميكا 3 وعشب طبيعي فما يتغذى عليه الدجاج سينتج بيض صحي وله قيم غذائي عالي حاولوا عند شرائكم للبيض أن يكون بيض صحي وفي حال عدم توفر البيض الصحي أو البلدي يبقى للبيض قيمته الغذائية عندما يتم تناول 2 إلى 3 بيضات في اليوم الآن سأتحدث عن الطرق الصحية لتحضير البيض إن سلق البيض والغلي يكون لمدة 4 إلى 5 دقائق بدءا من لحظة الغليان ويجب عدم الغلي أكثر من ذلك فعندما تطول مدة الغليان يصبح الصفار صلبا وهذا غير صحي يمكن أيضا قلي البيض مع الزبدة أو زيت الزيتون على نار هادئة ويمكن أيضا طهي البيض في الفرن أو في مقلات على شكل قرص عجة متماسك مع زيت الزيتون والبقدونس والبصل والفائد الأكبر والقيم الغذائي الأكثر للبيض يمكنكم أن تحصلوا عليها من خلال طهيه على نار هادئة وتعريضه لدرجة حرارة أقل وعندما تقومون بطهيه على درجة حرارة عالية فإن الكوليسترول الموجود في البيض يمكن أن يصبح مؤكسدا ويبطئ عملية الهضم وتكرار ذلك بشكل منتظم على مدار سنوات يمكن أن يسبب لا سمح الله أمراض قلب وأمراض أوعية دموية ليس البيض من يسبب ذلك إنما طهي البيض بطريقة خاطئة فالأكسد التي تحدث نتيجة الحرارة العالية للكوليسترول الموجود في البيض تعرض أجسامكم لهذه المشكلات الصحية وأيضا للسرطانات لا سمح الله إن تناولكم للبيض ليس له أي علاقة بارتفاع الكوليسترول السيء LDL لديكم عندما يرتفع الكوليسترول LDL السيء لديكم لا تظنوا أن تناول البيض هو السبب فكروا بشكل جدي بإجراء استشارة طبية فقد يكون لديكم مشكلة قلبية أو مرض سكري أو مقاومة إنسولين أو ارتفاع كوليسترول وراثي أو غير ذلك وأنتم لا تعرفون والأعراض لم تظهر بشكل واضح بعد تذكروا دائما أن تناول 2 إلى 3 بيضات في اليوم مفيد جدا لصحة أجهزاتكم وأن طريقة طهي البيض يجب أن تكون على نار هادئة لمدة لا تتجاوز 5 دقائق كي لا يتأكسد الكوليسترول وكي يحافظ البيض على عناصره الغذائية المفيدة لكم أنتظر منكم دائما وفي كل فيديو أن تكتبوا عن تجاربكم في المواضيع التي أطرحها وأتحدث عنها أرجو أن أكون قد وفقت في تقديم الفائدة لكم جميعا وأرجو من كل من يحبني ويتابعني أن يدعو لروح أمي الحبيب الغالي أم نوار بالرحمة والمغفرة عذروني لا يمكن الإجابة على العدد الكبير من التعليقات والأسئلة أنا أهتم وأقرأها جميعا وأختار من أسئلتكم مواضيع هام وشائعة وأسئلة متكررة وأجيب عليها بفيديوهات شكرا لفريق الإعداد في قناتي وأخص بالشكر زوجتي الفاضلة الدكتورة أكابر خضور علي استشاري بالأمراض الباطن والغدد والسكري والتي نعمل سويا كأطباء في صناعة محتوى قناتي معتمدين على دراساتنا وبحثنا المستمر دعموا قناتي بالمشاهدات واللايك والتعليقات وشاركوا الفيديو شاهدوا الفيديو أكثر من مرة اكتبوا بالتعليقات الاسم وفي أي بلد تعيشون وتقيمون من يرغب بدعم القناة واستمرارية القناة واستمراري بتقديم الفيديوهات يمكن أن يدعم قناتي من خلال ميزتين ميزة شكرا وأيضا من خلال ميزة الانضمام إلى القناة أحبكم جميعا عائلة الجميلة عائلة الدكتور نوار علي بحفظ الله ورعايته